السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الاعزاء طلاب الصف الخامس الابدائي ان شاء الله النهاردة هنعمل كده مراجعة سريعة بازن الله كده شاملة على المنهج كله وهنستقبل استفساراتكم في اخر خمس دقائق ان شاء الله تعالوا نبدأ مع بعض ضع كلمة صح او خطأ تعتبر الكائنات المحللة حارس الطبيعة طبعا الاجابة صحيحة لان احنا خدنا في الدرس الاخير في الوحدة الاخيرة ان هي بتخلصنا من جسس الكائنات الميتة والبقايا العضوية وكمان بترجع للطربة العناصر الاساسية بتاعتها يبقى اجابة صحيحة قطع الاشجار يؤدي الى حدوث توازن بيئي طبعا اجابة خاطئة هيعمل خلل في التوازن البيئي اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين يتكون النظام البيئي من كائنات حية ولا مكونات غير حية ولا كل ما صبك طبعا هتبقى كل ما صبك لان النظام البيئي بيتكون من كائنات حية زي الانسان والنبات والحيوان ومكونات غير حية زي الماء والهواء والطربة لجابة هتبقى كل ما صبك السؤال اللي بعده يعمل نقط على ثبات اعداد الفرائس طبعا هتبقى اعلاقة الافتراس لان هي بتخلصنا من الافراد الضعيفة اه وبتخلص جماعات الفرائس كمان منها هيبقى الافتراس ده علامة صحة او خطأ الطفيل لا يسبب للعائل ضرر لا طبعا الاجابة خاطئة لان هو بيسبب للعائل ضرر لان هو بيشاركه في غزاءه وكمان ممكن يتغذى على محتويات الانسجة والخلايا بتاعته هتبقى اجابة خاطئة البلهارسيا من التفايليات الداخلية طبعا اجابة صحيحة اختر الاجابة الصحيحة العلاقة بين نبات الفول وبكتريا العقد الجزرية قبل ما نقول نوع العلاقة دي ايه كلنا عارفين ان نبات الفول ما بيعرفش يسبت النيتروجين بتاع الهواء الجوي في التربة عشان يستفيد منه ويبني الانسجة بتاعته فايه اللي بيحصل بيبقى محتاج البكتريا العقدية ان هي تسبت له النيتروجين في مقابل ان هو بيدلها السكر اللي بيصنعه من عملية البناء الضوئي طبعا هتبقى العلاقة تبادل منفعة وفكرك ان العلاقة دي كنا بنقول عليها خضوهات زي ما انت تديني عنها ديك الافتراس علاقة غزائية طبعا مؤقتة لان هي بتنتهي بالتهام الفريسة او جزء ايه منها ضع كلمة صحة او خطأ كلما زادت درجة الحرارة زاد زمن الزوبان طبعا اجابة خطأة انا لما بزود درجة الحرارة بقلل زمن الزوبان عشان سرعة الزوبان بتبقى ايه اسرع وهكذا اختر الاجابة الصحيحة كل مما يلي من العوامل المؤسرة في عملية الزوبان معده افكرك كده بالعوامل المؤسرة في عملية الزوبان سريعا عندك بعض العوامل بتأثر على عملية الزوبان او الازابة عندنا التقليب وعندنا درجة الحرارة وعندنا كمية المزيب وكمية المزاب وعندنا نوع المادة المزابة كل دي عوامل بتأثر عندنا في درجة الحرارة ايه اللي انا ما جبت السيرته في الكلام ده الملمس يا جماعة لو سمحتي اللي بيعلم على الاجابة باي حاجة عنده من فضلك ما تعملش كده عشان الصورة مش واضحة عندنا او الزميلة يعتبر المزيب في مخلوط الشوكولاتة هيبقى طبعا الشوكولاتة باللبن هيبقى اللبن المخلوط الموجود في حالة سائلة طبعا هيبقى المحلول وكمان بيتكون من المزيب ومزاب ضع كلمة صح او خطأ الزيت والماء سائلان لا يمتزجان او لا يختلطان طبعا اجابة صحيحة وكلنا عارفين ان الزيت بيطفو على سطح الماء لكن مش بيدوف الماء ضع كلمة صح او خطأ يتكون الهواء الجوي من خليط من عدة غازات مختلفة لذا يعتبر مخلوطا طبعا كلنا عارفين ان الهواء الجوي بيتكون من خليط من غازي النيتروجين والاكسوجين وساني اكسيد الكربون وخار الماء وغازات اخرى يبقى هو فعلا مخلوط بس مخلوط غازي يبقى الاجابة صحيحة يستخدم طريقة نقط لفصل المواد الصلبة المصنوعة من الحديد هفكرك كده بطرق فصل المخلوط انت خدت اول طريقة اللي هي الجزء المغناطيسي خدت تاني طريقة اللي هي الترشيح تالت طريقة اللي هي التبخير رابع طريقة اللي هي قمع الفصل تفتكروا حاجة عندي مصنوعة من الحديد طبيعي جدا ان انا هستخدم طريقة الجزء المغناطيسي يا جماعة لو سمحت اللي بيشاور بقاسهم على الاجابة ياريت من فضلك الاجابة مش قطحة زميلة من طرق تكوين المخاليط طبعا عندنا زي ما احنا متفقين رق وطح وتقليب هيبقى الاجابة جميع ما صبق اكتبوا المصطلح العلمي يتكون من خلط مادتين او اكثر بشرط عدم اتحاد مكوناته طبعا احنا اتفقنا لما بنخلط اكتر من مادتين او مادتين على بعض بس المكونات مش بتتحد مع بعضها ده يبقى المخلوط ضع كلمة صحة او خطأ المغناطيس الكهرابي مغناطيس دائم طبعا اجابة خاطئة لانه هو بيفقد القوة بتاعته المغناطيسية بمجرد ما بنفصل الكهرباء او الطيار الكهرابي عنه عند تحريك سلك او ملف بين قطبي مغناطيس يتولى الطيار الكهرابي اجابة صحيحة اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين يصنع القديم داخل المغناطيس الكهرابي من طبعا احنا اخدنا ان المغناطيس الكهرابي بيتكون من قديم مصنوع من الحديد المطاوع هتبقى الاجابة الاولى يا جماعة لو سمحتي محدش يشاور على الاجابة بالاسهم ضع علامة صحة او خطأ المغناطيس له ثلاث اقطاب لا طبعا اجابة خاطئة احنا كنا بنقول ايه دايما المغناطيس ليه قطبين شمالي وجنوبي كنا دايما نقول ايه الشمالي احمر والجنوب ايه ازرق يبقى الاجابة خاطئة تتركز القوة المغناطيسية عند قطبين مغناطيس طبعا اجابة صحيحة وبتفضل تقل تقل حد ما توصل للمنتصف بتنعدل في الايه في المنتصف تبقى اجابة صحيحة اختر الاجابة الصحيحة تستخدم البصلة فيه ايه هي وظيفة البصلة كلنا عارفين انها بتحدد الاتجاهات الاصلية الاربعة من امثلة المواد المغناطيسية عندنا حديد بلاست الخشب هتبقى الاجابة الحديد واقعة تنسى النيكل والكوبلت ضع علامة صحة او خطأ الاجسام البيضاء تمتص جميع الالوان السقطة عليها طبعا اجابة خاطئة اللي بتمتص الاجسام السوداء اما الاجسام اللي بتعكس الاجسام البيضاء بتعكس جميع الوان الضوء الساقطة عليها هتبقى اجابة خاطئة اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين عند خلط الضوء الاحمر مع الازرق نحصل على الضوء طبعا احنا في عندنا ناس كثير بتلغبط في الجزئية دي احنا اتفقنا ايه هنوصل لحد القاف بتاعة الازرق وهنبدأ هتبقى قرموزي يبقى الضوء القرموزي اختر الاجابة الصحيحة برضو تبدو صمرة التفاح باللون الاحمر لانها تمتص جميع الوان الضوء الابيض معادة لونها الاحمر طبعا بتعكسه وقلنا تعكسه يعني تظهر لنا بيه فانا اشوفها لنا احمر ده علامة صح او خطأ الصور المتكونة خلال الصقوب الضيقة تكون مقلوبة ومصغرة اجابة صحيحة اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين يتحلل ضوء الشمس الابيض الى كام لون طبعا هتبقى سبع الوان اللي هي الوان الطيب السبعة يسير الضوء في خطوط والسؤال ده مشهور جدا في الامتحانات وبيجي كتير في خطوط مستقيمة اكتب المصطلح العلمي اول ما يقول لك طاقة يمكن رؤيتها يعني الطاقة اللي بقدر اشوفها طبعا هتبقى الضوء وبكده اا ان شاء الله سنة خمسة نكون خلصنا النهاردة اا مراجعة شاملة على المنهج بتاعنا في حد عنده اي استفسار حد عنده اي سؤال حد عنده سؤال اي استفسار بخصوص المراجعة بتاعة النهاردة او اي سؤال في المنهج اي استفسار بخصوص المراجعة حد عنده سؤال سنة خمسة في حد عنده اي استفسار في سؤال اي استفسار بخصوص المراجعة اي استفسار بخصوص المراجعة في حد عنده اي استفسار بخصوص المراجعة اشتركوا في القناة كده ان شاء الله خلصنا المراجعة بتاعتنا بتاع النهاردة وان شاء الله باذن الله تعالى نتقابل مرة اخرى